أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة اتخذت خطوات كبيرة في سبيل التحول الرقمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 وستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمية وخلال اجتماعه لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمية أكد مدبولي أن الاجتماع يستهدف متابعة سير العمل والخطوات التنفيذية لإيطاحة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين على البوابة الحكومية الإلكترونية وذلك بالتزامن مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وشهد الاجتماع استعراض استراتيجية مصر الرقمية التي ترتكز على ثلاثة محاورة رئيسية تتمثل في رعاية الإبداع وبناء القدرات الرقمية والتحول الرقمي